ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم معاكم جمال شايفين كيف الدمر اللي انا فيه هذا اللي يصير في غرفتي بعد ما اصور فيديو في اليوتيوب وللان ما خلصت وترى الصراحة مو بس فيديو في اليوتيوب هنا قاعدة اصور فيديو تيك توك و انستجرام وهنا فيديو في اليوتيوب غريبا رح ينزل بعد دالفيديو المهم جالسة احاول اني استرجع حياتي الطبيعية بعد هجولة العيد فقلت ليش ما ااخدكم معايا منها اتشجع اني انجز واخلص اشغالي وفي نفس الوقت اوريكم جزء من حياتي ايش رايكم بهذا الجورنل رح اوريكم هو كامل على الانستجرام غريبا هيكون نزل خلاص فاعطوه كل الحب وان شاء الله يكون عاجبكم هاروح النادي بعد شوية وهذا الاوتفت حق النادي لليوم اليوم عندي ظهر فمو مهم ابدا ايش لابسة من تحت اهم شي من فوق عشان اقدر اشوف التكنيك صح ولا لا خليني اجهز شمطتي هذه شفتي اللي ااخدها معايا للنادي مرة سمبل استخدمها بس لما اروح من البيت للنادي منذ ما اروح الجامعة لاني ما احتاج اشياء كتير وغيارات فابس هذه الشنطة التوتباك احط فيها زبزمية الموية سماعاتي مفتاحي وكذا انا جاهزة للنادي يلا بينا انا جاهزة للنادي انا جاهزة للنادي ما ادري هذا حماس البدايات او ايش بس انه طلبت اشياء مرة كثيرة للنادي متحمسة ليها وطلبت كمان اشياء تانية ما لها اي علاقة بالنادي بس انها اشياء عجبتني فطلبتها مرة بتحبس اشوفها واوريكم هي فا يلا مشرط الفراولة اوكي هذا الشي للنادي حارة الطلبية النادي 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 اوه هذا مولي النادي ما اعرف اشده اوه اوكي النادي هنا الاشياء الكول اللي طلبتها اووريكم هي بعد شوية دقائق حانا نشغل بملابس النادي خليني اووريكم ايش الاشياء التانية اللي طلبتها حبدال لكم بالملابس لانها اقل شي هذا الجينز الرمادي بس جينز كده بسيط لانه رمادي شمان طلبت هذا القميص ان شاء الله يكون خمج زي ما انا ابغى اوكي لا بأس هذا القميصة الوردي او مرة احب البس زي كده في الجامعة شوفوا هو مخطط بالابيض والوردي ما كنت ادري كنت احسب كله وردي بس يلا وافوا مشكلة برضو جميل خليلي اووريكم ايش طالبة اشياء تانية الصراحة من اول كنت ابغى اشتري بروشات لشنة الجامعة يعني اغير اللي عندي طلبت مجموعة بروشات فاخليني اووريكم هي ابدأ بهذا لاني مصدوة من حجمه ابدا ما اتوقعت زي كده بس صراحة لطيف هذا البروش على شكل بسه اللي بعدو التاني التالت الرابع هذه مو كلها اللي رح اوزعها على صاحباتي ولكن بوريكم هي خامس طلبت سلسلة على شكل دوامة تفكرني بلعبة مرة احبها في نينتندو تقريبا هي هاد الاشياء اللي طلبتها غير اشياء النادي فحبيت اني اووريكم هي مرة بتحبس اني اشوفها على شلطة الجامعة ابا ارتبها كيف تلثيب معين ويب اعترف الوقت اللي اقضي وانا العب بالنينتندو من اكتر الاوقات اللي احبها في يومي لعما انا شوف اللينتندو كل فترة وفترة يروح ويرجع ويروح ويرجع بس حاليا لاني طيحت على مجموعة العاب مرة رهيبة وكمان عندي العاب تانية حططها في الوشلس واشتريها انا من زمان عندي العاب سواء كانت كارد او انو محملتها في نفس النينتندو بس اني ما ختمتها ولا اني لعبتها لكن داحين بدأت العبها واغلبها ختمتها فااا اقترحولي تحت في التعليقات اش فيه العاب مرة حلوة وتنصحوني ان انا العبها او اني اختمها انتظر تعليقاتكم تحت هذا هو اكتر وقت ان استمتع فيه اليومي بعد الجورنل طبعا امس رحت مع صاحبتي كوفي كوحدة تحب الجورنل اكيد احتفصت بشوية اشياء عشان فكرني بهذا اليوم واسوي منها جورنل زي هذا القرطاس والعلبة حقة الكوفي اخذتها معي البيت على اساس اني اسوي فيها جورنل واحط التاريخ كذكرة بما انه خلاص بدأت الاجازة فهحاول بدل ما اقدر اني تقريبا كل يوم اسوي جورنل سواء كان عن يومي او عن الاشياء اللي انا حسيت فيها اليوم يعني زي ما اتكلمت لكم في الفيديو اللي فات فبالنسبة للجورنل اليوم هو هذا حسيته كده مرة هادئ وملطيف ما كان عندي صور واشياء كتير فاستعنت بالستيكرز وطبعا كتبت عن اليوم هنا وبس هو هذا جورنل اليوم ما ادري اذا انتو زي ولا لا بس مرة احب منظر الدفتر لما يصير زي كده مليان طبعا هذا يعني يعتبر ابدا مو مليان يعني يمكن بس ربع الدفتر خلصته لان هذا الجديد ولكن اندي دفاتر قديمة يعني مثلا زي هاد الدفتر شوفوا كيف ما شاء الله مرة دباء شوفوا كيف المقارنة بين هذا وهذا يعني هذا جرى على الزمن وهذا لسه جديد بالنسبة لي هاد متعتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة